احنا مكملين معاكم بدنيا دنيا واليوم سؤالنا التفاعلي كيف ممكن ان يكون الانفصال حضاري بين الزوجين وكيف لازم نشرك الاطفال بهذا الانفصال اللي يجب ان يكون ذكي واكيد لحتى نحكي اكتر بهذا الموضوع معانا استاذ نور صباح الخير صباح الورد اهساني وانت سالمين وانت سالمين اهلا فيكم احكي لنا كيف ممكن يكون الانفصال الحضاري او خلينا نعرف شو هو الانفصال الحضاري تمام هلا اول شي بنا نحكي عن العلاقة الزوجية هلا الكل اكيد بيعرف العلاقة الزوجية هي من اعمق العلاقات الانسانية واكثرها تأثيرا وتعقيدا في المجتمعات هلا العامل الاساسي او خلينا نقول اساس هذه العلاقة وهي الاشباع العاطفي الاحترام المودة الرحمة الاتفاهم والوعي والالتزام من كلا الطرفين واذا فقد جزء من هذه العناصر الاساسية بتصير استمرار الحياة الزوجية بيكون مش بشكل سوي هلا قد تستمر لأسباب معينة وقد لا تستمر هلا مجرد ما الطرفين اخذوا قرار بانهاء هذه العلاقة تعريفنا لا الانفصال الحضاري الذكي هو عبارة عن انهاء الطرفين لهذه العلاقة مع بقاء هامش لا الود والاحترام وممكن مجال عريض من الصداقة قد تتسع وقد تديق بناء على استعداد الطرفين خصوصا لما يكون فيه اطفال بالضبط هلا بمجرد وجود اطفال التي الطرفين وصلوا لطريق مسدود بعد الحوار والنقاش بعد ما فقدوا مرادفات التواصل بينهم وبين بعض وصارت الامور توصل لمراحل كتير مسدودة فخلص بدهم ياخدوا هذا القرار وفيه حالات بتحسي انه هو القرار الصائب هو الطلاق مع انه ابغض الحلل عند الله الطلاق بس فيه كيسز معينة وحالات معينة بتدفع للانفصال وهو الافضل للاطرافين لا ولا الاطفال هلا تبعات هذا الموضوع هي اللي الاهل لازم ينتبهوا لها الدين احنا مهم كزوج وزوجة نكون حضاريين وابكياء في التعامل مع هذه الاساسيات في الحياة حتى لو نفصلوا الزوجين عن بعض فيه اطفال فيه لسه فيه تواصل بينهم كرمال هالاطفال هلا بعض الازواج بفكر حال والزوجات بفكر حال انه داخل معركة في عنده خصمه ولازم حدا يكسب ولازم حدا يخسر ابدا يعني هو بده يسعى لحتى يكون هو الفائز واللست ممكن تتحارب لحتى تكون هي الفائزة بمقاييس ومعايير اوقات بتكون الاطفال هم الضحية فيها فالام بتفكر اوقات انه هي اذا بده تحارب الزوج باولادها انه هي عم تعمل لمصلحة اولادها وهي بالعكس ما عم تعمل لمصلحتهم هي عم تأذيهم وبتأذيهم نفسيا وصحيا وتبعات الموضوع اللي هم تكون تأثيرها كتير سلبي ونفس الشي الزوج اللي بحارب زوجته باولاد بالاولاد نفس الشي فهي صفة المعادلة عنا اللي هي بعتبروا حالهم هم في معركة هم خصمين والاطفال هم اللي عم بيروحوا في الموضوع وما بيكون في وعيتان بانه هادي تأثيرات او تبعات هادي القرارات وطريقة التعامل عم بتكون بطريقة كتير سلبية على الاطفال من ناحية نفسياتهم من ناحية سلوكياتهم والمشاكل والتصرفات طبعا اللي بتطبع على صفحتنا على الفيسبوك على دنيا يا دنيا كان في هذا الحوار وبعض ودود الفعل كانت بتقول انه لأ مش ضروري اشركهم مش ضروري يتقبلوا للانفصال انه هذا اشي له خاص بالكبار وفي بعض الاشخاص ايضا قالوا لازم الواحد يقعد مع الاولاد والتحدث معهم وعطائهم شعور الامان وبعد الانفصال عدم الذم في الاخر وبكونوا جنب الولاد ويسمعوا المشاكل ولكن بطريقة انهم يعني يكونوا عارفين شو عم بيصير ولكن ما يورطوهم كتير هلا الاعمار الصغيرة هو ما حيكون مستوعب القرار هذا الانفصال بين الاب والام والعمر الاكبر ممكن يكون مستوعب بس ما حيتقبل فهي بجميع الاحوال سواء كان الاعمار الصغيرة او اعمار كبيرة يجب التعامل بذكاء في هذه الجزئية وزي ما انتي قلت يعني في اوقات امهات او ابا بيصيروا بيشحنوا اولادهم لا الطرف التاني طبعا هذا مش هم في مصلحتهم وما حيتم الام ام بتضل والاب اب وصورة الام الحلوة رح تضل حلوة اذا الام حافظت على هذا الشي والاب صورته مفروض تضل حلوة لانه متى ما حافظة على هاي الصورة وبعدا الولاد رح يضلوا هاد امهم وهاد ابوهم ما رح يغيروا اي اشي يعني فهي اذا يعني استوعب الاب والام انه الام بتضلها ام والاب وكل واحد يقوم بواجباته يعني انا بعرف كتير ناس سنسرين وغادا تم الانفصال بينهم وبين الاب والام وعلاقتهم فعلا من ارواع العلاقات يعني ود واحترام وصداقة وهذا انعكاسه كان على طفلتهم بانه التوازن النفسي عندها كان ما حدا بيشعر حتى انه الاب والام منفصليين صح لدرجة انه مثلا لما بيجي عيد ميلاد البنت الاب والام بيطلعوا بيبدوا بيجهزوا لعيد ميلاد البنت لما يكون عيد ميلاد الام بتغدوا مع بعض بيروحوا على الاجتماعات اولياء الامور التنين مع بعض فما بتتخيل قديش اعطى للبنت امان وتوازن نفسي وبلس اللي هي انه البنت صارت اقوى طبعا انه هذا ما اضعف هلا في اوقات الانفصال الوالدين بيكسر الاولاد وبيكسر الام وبيكسر الاب بس نحنا الاب والام انا دايما بقولهم انتوا عشتوا حياتكم درستوا تزوجتوا اشتغلتوا دخلتوا معترك الحياة وكنتوا ناجحين في حياتكم هذا لا يعني اذا انتوا ما نجحتوا بالزواج معناته هذا فشل لا هي الحياة تجارب ويعتبرها الواحد تجربة فنحنا ما نعمل اسقاطات لتجاربنا الشخصية على اولادنا لان اولادنا في مرحلة صغيرة لسه هم عم بينشأوا نحنا عم نحط الاساسات فاذا كان في خلل بالاساس ما رح يستمر حتى لو هيأتي كل الظروف المناسبة لهم بالمقابل فيه نماذج وفيه قصص زي ما قلنا معارك بيحاربوا بعض الاب ما بيلتزم بأولاده اللي هي ماديا ومعنويا والام عم بتحاول وبرضو فيه امهات بتكون بدور بتكون بدور الاب والام وهم ترفع لهم القبعة طبعا بس يعني نحنا ما في معيار ثابت في هذه العلاقات ترجع لأدي هم محور حياتهم اولادهم فاذا الاب والام فكروا انه اولادهم هم الاساس صدقين العلاقة بينهم رح تكون جدا مميزة مختلفة ويتذكروا كمان الرسالة للوالدين يتذكروا انه هم العلاقة بينهم ممكن تكون عقد بورقة بتنتهي اي وقت لكن العلاقة مع الابناء هي علاقة دم رباط ابدي فدايما نتذكر ابنائنا وما نجور عليهم لا ابدا ابدا شكرا لوجودك معانا استاذي نور زيادة كل عام وانتي بخير كمان مرنة كل عام وانتي بخير انتو بالف خير